الله معكم أخوتي السلام ربي صعب قلوبكم وصلنا للفيديو رقم 40 من صوت من العالم الآخر كمان كتير مهم هالسؤال سمعوا شو بتسأله بتقل لي هل ممكن نحنا نقدر نحصل على صلاة أو قوة أو فكرة أو ذكريات من صديق ميت ويبلغنا إياها ويذكرنا أنه أنا كنت معكم الأرض بتتذكروا هاي وهاي أنه يحكي لنا حدا ميت يقل لي يا أبونا بتتذكر لما كنا قاعدين محل فلاني أو يساعدني بصلاة معيني صير في المساعدة منه من صلاته من خلاله هو شو بتجاوبة بتقل لي من الممكن إبلاغ الذكريات من الأرض إلى هنا يعني أنا فيه قل له لميت تتذكر يا خيلي ما صار هيك وما صار هيك وما صار هيك وهي دي مألة كتير جدوة كبيرة إلا إذا سمح الله أنه هيدا الميت يسمعها بنفس الوقت مثل ما قلتلك قبل نفوس المطهر بتعرف وكتير منيح مين عبي يهتم ويصلي لها من الأرض كتير بتعرف مين عبي يصلي لها ويهتم فيها من الأرض حسب ما كمان الله بيسمح وبتقدر أنه تبعث النفوس اللي بالمطهر رجزه بصلاة خاصة بإذن من الله أنه تصلي وتنبه إنسان على الأرض أنه تبهي إنسان واحد اثنين ثلاثة عبي يصير معك أو عبي يتحضر لك شيء مشورة أو بيقدر يعطيه مشورة من المطهر بإذن من الله فبناء على هيدا الأمر بدي أقولك أنه كتير أحيانا بتجي مساعدة من مارم خايل وأفكار من مارم خايل بينقلها لإنسان ميت يبلغها بحلم أو بطريقة معينة لو واحد بيعرفه على الأرض وأحيانا بتجي من الله شخصيا لإلنا هذا اللي أنا صار معي واللي عبي يكلفني الله باللي قلته وأنا عب منبسط أنه أنا عب أخده من رب ومارم خايل كمان بيساعد بهذا الأمر قلت لكم كتير مهم مارم خايل بالمطهر إلا أنه كل هيدا الأمور بتخضع للمشيئة الربانية إن كان اللي عبي يعملوا مارم خايل أو عم نعملوا نحنا هيدا كله تابع لأذن الله ومن الله بيكون هيدا الأمر بس طبعا بشفاعة مارم خايل أخوتي وشفاعة القدسين فتصير أمور رائعة كتير معنا وهيدا أمر خلوه عطول بذكرتكم وبيقالكم نصلي للرب للإدستين نطلب شفاعة مارم خايل فالله معكم